ازايكم حبيبي? هنعمل مع بعض النهاردة بقى كيكة خطيرة. اه حلوة قوي. الصبح بقى مع كوباية الشاي. جميلة جدا. وهي كيكة اه الزبدة. هنستخدم فيها الزبدة. مش هنستخدم اه زيت. بس طبعا انتو لو حابين تستخدموا اه اي حاجة تانية. ممكن زبدة ممكن زمنة. اه عادي خالص. طلع جميلة وهشة والازيزة. اه عندي هنا اربع بضد. تكون اه بدرجة حرارة الغرفة. يعني مطلعها من التلاجة قبليها بساعة او ساعتين. ما يكونش ساعة. وبضيف عليها آآ آآ فانيليا. آآ ممكن فانيليا سيلة او فانيليا آآ اللي هي البودر. طبعا انا نقلت هنا عندي الخليط في انق اكبر عشان اقدر اضربهم. بضربهم حلوة قوي بقى بزود حوالي كوباية الا ربع من السكر الناعم. السكر نعم طبعا علشان ما ياخدش وقت معايا في الضرب لان السكر الخشن ممكن آآ ما يكونش بيدوب. احنا طبعا ممكن آآ ننعمه في المطحنة عندنا. اي سكر عندي بستختمه. وبضربه حلوة خالص كده لغاية ما عندي يبقى كريمي. آآ ببتدي ازود حوالي آآ تلتة كوباية من الزبدة. بضربهم برضو كويس وبضفهم حبة بحبة علشان آآ ما يكتمشي عندي الخليط. شايفين الخليط عندي كريمي خالص. دي اهم حاجة برضو. بضيف كمان آآ معلقة ونص من الخل. طبعا الخل جميل جدا ومحسن حلو قوي للكيك ومشان بنحس بتعمه. آآ بضيف عندي بقى هنا آآ كوبايتين من الدقيق ومعلقة من النشا وكمان باكوا آآ باكينج بودر ورشة ملح. ودي المكونات الجفة اللي عندي ببتدي اضيفهم حبة بحبة وبقلب كده بالروح وطبعا اكون نخلاهم طبعا كزا مرة. النخل ده آآ بيدي آآ هشاشة للكيك وآآ اهم حاجة هنا آآ انها آآ تكون منخولة حلوة. بعد كده بقى عندي هنا آآ كوباية من اللبن بسخنها. آآ ممكن تكون فترة او صخنة زي ما انتو تحبوا يعني هي دي مختلفة شوية عن كيكة الحليب الساخن. هنعملها برضو مع بعض. آآ بعد كده بحطها عندي آآ في آآ قالب. القالب طبعا بكون آآ جايبة ورقة زبدة ودهناها بزيت او آآ زبدة وبحطها وبعد كده بحطها بقى عندي في درجة حرارة آآ مية وتمانين آآ لدرجة آآ ممكن نسيبها النص ساعة او ساعة الا ربا بغاية ما تستوي وتأكد انها استاوت بعصاية الشيش طوق. عندي هنا استاوت ومتمسكة حلوة جدا وهشة ولزيزة خالص. حلوة جدا آآ جربوها هتعجبكو بجات. من الحاجات الجميلة جدا اللي احنا بنحبها وبتنفع في الفطار آآ ممكن نديها للولاد آآ في المدرسة برضو. آآ طالعة حلوة وهشة. وانتظر بقى تعليقاتكم الجميلة. والاشتراك في القناة. آآ واللايك والشير. وكمان يا ريت تشرفوني على آآ الصفحة الجديدة كوكينج وزحيتي. باي باي.